مرحبا برج الجوزة اهلا فيكم في قراءة برج الجوزة طاقتك جدا جميلة مستقرة هادئة ملو مثل البطيخ هادئ رقيق ولكن كأنك انت شوية برج الجوزة عندنا هنا اول شيء ناحية العملية ناحية العطفية هنا واخر شيء رح نشوف قراءة او طاقة المنفصلين اذا رح يكون في رجوع حالشهر ورجوع مع اي ابراج تحديدا رح نحاول ان نقلص ونركز على الاحتمالات برج الجوزة في الحياة العملية معناتها في الدراسة في الاموال في الوظيفة في الورف عندنا هنا كأنما انت شوف نعم انت استوفيت الشروط انت قمت بالذي يجب لانا انت داخل هاي الشهر بطاقة ملكة الارض ملكة الارض طاقة جدا واثقة طاقة ما فيها اي مجال للشك اي مجال ما عندك نقص انت داخل الشهر هذا باذن الله ما عندك نقص من ناحية استحقاقك لهاي الشي اللي انت انتظره كأنما اشوف هنا خلال هالشهر انت مو بس تنتظر شيء مادي تنتظر شيء مادي ومعها طاقة اكواب ماي تنتظر تنتظر احد يمدحك يقيمك اوكي اهني برج الجوزاء كأنما حتى لو انت تنتظر ترقية او اموال ما يهمك الاموال نفسها كثر ما يهمك مثلا شهادة الشكر شهادة التفوق المنصب اسم المنصب الجديد التقييم انه يمدحونك في تقييم انزين ولكن وجود رقم سبعة يبين لي انه راح يكون لانه هني سبعة وهنا عندنا عجلة الحظ ساعة يعني يبين لي انه راح يكون فيه تأخير ولكن كل تأخيرة نعم فيها خيرة لانه هاي سبب التأخير ان الاشخاص المسؤولين لانه هني عندنا ملك الاكواب الاشخاص المسؤولين عن اعطائك هذا الشيء اللي تنتظره انزين شيء مادي دخلنا بطاقة المادة وايضا معنوي انزين تكريم مع اموال شكر مع الاموال مع الشهادة في شكر مع الوظيفة في شكر هنا راح يكون شوية فيه تأخير ولكن لصالحك ومو تأخير شنه هني يقولك لا توسوس انت يا برج الجوزاء لا تدخل في طاقة الوسوسة والشك والقلق ابدا ما تصلح لك لانه ما في اي داعي للخوف ما في داعي تقلق انه لما يصدك تأخير لحد الان ما اتتك الاموال لحد الان ما اتاك النجاح اللي تنتظره تقعد تشك وتأكل في نفسك تقعد تقول لا والله شكرهم ما راح يعطوني لا لان اللي قاعدة اشوفه مو لاني دائما اشجعكم على الطاقة الايجابية لان فعلا هذا هو اللي قاعدة اشوفه اللي قاعدة اشوفه انه بيكون فيه تأخير ولكن لان الشي اللي بتحصله راح يكون هذ المرة خصوصا يريدون هاي الاشخاص ان يعطونك شي دبل دبل مضاعف لو انت انتظر مثلا شهادة واحدة راح تحصل شهادتين لو انت انتظر ترقية واحدة راح يأتيك الشي مضاعف اموال لو انت انتظر مثلا 200 راح تأتيك 300 الرقم فوقه زيادة مقابل انتظارك لان اشوفه هني فيه اشخاص جدا فخورين وسعيدين بمستوى ادائك في الفترة القادمة في الحياة العملية نتكلم سعيدين اوكي ويرون ان انت تستحق ولكن يشوفون فيك ايضا التمييز فعشان يعطونك هذا الشي اللي تستحقه انت ما راح يعطونك شي عادي ما راح يعطونك الشي المتعارف عليه من الاموال او من الشهادة راح يكون كأنه ما حتى فيه احتفال او مناسبة خلال هالشهر ان يخصصونها لك عشان ينعرف عشان انت يطلع اسمك مثلا في داخل الشركة في داخل المؤسسة ان انت بالذات كنت الموظف المثالي لما تدخل الشهر ممكن خلال هاي الشهر ان داخل بطاقة الموظف المثالي ولكن خلال شهر ثلاثة اربعة هنا تحصل على الاحتفال الرسمي فيك عرفت الموضوع نعم راح ياخذ وقت ولكن لان اشوف الاحتفال هالمره او الجائزة اكثر من السابق ومضاعفة عن السابق هاي العجلة لطالما كانت في الحياة العملية الى جانبك هاي المره هاي المره سوري هاي المره راح تكون مو بس الى صالحك راح شوية في البداية تتأخر تتأخر عليك ولكن بعدين بابن الله يأتيك الشيء اللي انت تمنى لانه عندنا طاقة الكوبين طاقة الكوبين هي طاقة برج الجوزاء هذي كوبين الجوزاء العاشقين هذي الطاقة الخف من طاقة العاشقين يعني مثل الطاقة بس بشكل اقل نزيل تشوف في اشخاص احتمال حولك راح يحسدونك على هذا الشيء لان انت راح تحصل زيادة عنهم ايضا هنا في طاقة المقارنة انت انت هو شخص انت مقابل المنافس انت مقابل حاط رأسك حاط رأسك برأس شخص تريد ان تتفوق عليه نزيل الموضوع محتاج منك طولة بال لان عندنا داخلين من الشهر احنا بطاقة الارض محتاج طولة بال اذا انت في منافسة انزيل في هذا الشهر او في هاي الفترة محتاج ان تطول بالك لان هذا شخص جدا لعنده طاقة الماء هذا شخص جدا له الكثير من المعارف وله الكثير من الخبرة ولكن تستطيع ان تتفوق عليه بالنفس الطويل طاقة الارض فيها نفس طاقة الماء فيها دهاء فيها معارف فيها تعامل مع الاخرين ومحتاج تشوف الصبر لما تشوف ارض مع عجلة الحظ معناتها الصبر جدا ضروري لك بلد الجوزاء في الناحية العاطفية خلنا ننتقل هنا الى هاي الجانب عندكم شخص شريككم خلا نقول شريككم يرفض الاغراءات خلال هاي الشهر لان تشوفوا طاقة النار هنا تحت هي طاقة ان فيه اغراءات قدمت له او ستقدم له في الفترة القادمة من قبل اشخاص شوف طاقتهم نارية اشخاص صعب ان تقريبا من شبه المستحيل ان يرفضون امرأة جدا جميلة رجل جدا وسيم يملك اذا كان رجل بتشوفه يملك هو بس الشكل الشكل الجاه المال الكاريزما ولكن شريككم ايضا داخل الشهر هذا معاكم ايضا بطاقة ارضية لما نشوف ملكات الارض مع ملك من نفس الفئة معناتها توافق معناتها احنا على نفس الصفحة معناتها انت وفي لي كما انا وفي لك انا متمسك فيه كما انت متمسك فيني انت شوفوا هنا ضحكة هذا الشخص بهاي الملامح قاعد كأنما يقول انا شخص مرتبط اللي يقوله شريككم او الشخص اللي في بالكم خلال هاي الفترة اول شي رح يقول انا شخص مرتبط هنا هنا فيه اغراءات فيه طعم قاعد يقدم له من قبل هذه ملكة النار ماذا ايضا سيقول الجملة الثانية اللي راح يقولها لان فيه اشخاص ايضا هذلين هم اللي يحاولون ان كأنما يقللون من قيمتك انت هذا هذا الطاقتك انت ملكة السيوف ملكة واضحة ولكن يمكن بعض الاحيان تلام على اسلوبها اسلوبها ممكن شوي يكون جاف ظاهرها جاف باطنها جدا دافئ ظاهرها جاف ولكن حقيقتها انسانة جدا طيبة انسانة عادلة انسانة ما ترضى بالغلب ظاهر في موقف انت اتخذت مع الشريك يحاولين هذلين الاشخاص ان يلومونك يلومونك على الموقف او يقللون من اعتبارك ان شوف شريكك ماذا فعل كأنما يبتدون هنا يخلقون نوع من الفبركة من الوسوسة بينك وبين الشريك يزنون في اذن الشريك ان مثلا حتى ترسل هاي المرأة ترسل طفل ممكن ترسل طفل ترسل انسان بريء صغير في السن انه يقول ان برج الزوزاء فعل وفعل وفعل فيني وقال 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 معاي ولكن لا معا في اي داعي للخوف انت هني اللي عندك الخوف ورا ظاهرك صار خمس الاكواب انت عندك خوف انت عندك قلق محتاج انت ثق في شريكك شريكك كأنما تشوف الطاقة ممكن تلعب على شكلين اذا ظليت انت بعد شوف هما طاقتهم دس الخلافات اذا انت اعطيت طاقتهم مساحة من حياتك وعطيتهم حجم واخدت كلامهم بعين الاعتبار واخدت حتى افعالهم بعين الاعتبار بتشوف الطاقة تأثر عليك سلبا برج الجوزاء انت هني قوي داخل الشهر قوي ولكن بيضعف موقفك مع الشريك عندكم شخص جدا وافي مش عرض برج ترابي لا على الاغلب برج ترابي او حتى هوائي ولكن هذا شخص جدا متمسك فيكم يمكن حتى لو بتقول لي والله احنا قاعدين نمر بخلافات حتى بغض النظر عن الخلافات لان في ورا ظهرك مشاكل او ماضي مزعجك برج الجوزاء ولكن ما عليك شريكك في الفترة القادمة جدا رافض للاغراءات ممكن يكون جدي الجدي موسهل ان يقبل الاغراءات لان لما يتمسك بشخص خلاص مقتنع فيه عندك شخص مقتنع فيك ما عليك لان شوفوا على قولتهم السلسلة قوتها كما قوة اضعف حلقة فيها يعني شنو اهم راح يحاولون يلعبون على رأس شريكك اول اسلوب اول خطوة ان يتجهون الى شريكك اذا ما نفع معاه هذا اللي قاعدة اشوفه هذا اللي قاعدة اكشفه انه ما راح ينفع معه شريكك شريكك متمسك ما باذن ماي مقتنع فيك متمسك فيك ولكن التأثير احتمال انت اللي تضعف مشاركك انت اللي يبتدي هاي التصرفات وهاي التحركات تأثر عليك يبتدي الشك يدخل قلبك ان انا فعلا احتمال راح يتركني فعلا احتمال انه راح يقبل يتزوج غيري فعلا انت المسؤولة احني لان الطاقة السيئة او الطاقة السلبية طاقة الخوف طاقة القلق طاقة اللي تصدق كلامهم نزيل صار ورا ظهرك مو ورا ظهر الشريك والحين راح نشوف طاقة المنفصلين برج الجوزاء قراءتكم انتم بين قراءات جدا قصيرة خلا نشوف المنفصلين يا برج الجوزاء خلا نشوف شنو اكثر ابراج احتمال انها ترجع مع برج الجوزاء خلال شهر فبراير عشان نحدد اكثر هو الكارت عندنا هني برج الثور برج الحذراء برج الجدي نزيل هذا كارتك انت برج الجوزاء لكن ايضا فيه قاعدة اشوف برج الميزان فيه رجوع بين الجوزاء والميزان الجوزاء والابراج المائية خصوصا العقرب بالاخص العقرب ممكن ايضا الحوت ولكن ما حس كثير ام طاقة السرطان احني نزيل خلنا نشوف المنفصلين شواء وراح يكون عندكم هذا الشهر مع الشريك راح يكون فيه رجوع هذا كارت برج القوس انزل يا منفصلين برج الجوزاء شريككم شوفوا انت تتعاملوا مع شخص بعيد عن العين بعيد عن القلب يعني اذا ما يسمع عنكم اخبار اذا ما اذا ما يصير فيه سبب ان يسمع عنكم او يراكم فيه مكان او حتى انت تظهرون الى العلن تظهرون الى العلن يعني ممكن احنا اوقات ما نكلم الشريك ما فيه بيننا تواصل ولكن مثلا اوقات يكون فيه بلوك فهني كأنما ما فيه طريقة يرى فيه الشريك انجازاتكم سطوعكم عندكم شريك يحب الشخص او راح يتشجع اكثر خلا نقول يتشجع اكثر للرجوع اذا حس ان فيه مرشحين ثانين في حياتك اذا حس ان انت مشغول ومتألق وسعيد في حياتك انزل لان اهمي هو اشوفه قاعد مقرر صالة فترة طويلة مقرر بالرجوع ولكن طاقة بطيئة مو مستعجل ماخذ نفسه جدا على بطء واستبطاء ليش؟ لانه يحس كأنما انتو حقين يدكم على خدكم تنتظرون تنتظرون لانها ذكرتكم طلع في المنتصف مو قادرين تكملون حياتكم مو قادرين ان تنظون ودوما تنسونا لحد الان في مرحلة الحيرة هذا الشخص لازم يراكم في اعين الناس يعني مو تروحون تتواصلون معا مو هذا هو اللي راح يجذبه للرجوع لا لما يسمع عنكم اخبار ان اشتريتو ان اسافرتو ان مسوين اشياء جديدة بحياتكم طاقة النار طاقة التغيير طاقة قوسة هني طاقة التغيير طاقة التألق طاقة ان احنا نشتغل على انفسنا داخليا وخارجيا اوكي وحين راح اسحب لكم كارت النصيحة لهذا الشهر في اشخاص شديد تعرف على قولتهم في ناس مثلا ما ينجذبون الا للشخص المشهور اللي يكون الكل حب ان يتواصل معه مشهور على السوشال ميديا مشهور كممثل يكون هذا اوقات كثيرة هذا السبب الرئيسي ليش ان شريكة جدا يرغب فيه وجدا متمسك فيه عندكم شخص هني محتاجين ان تستعجلونه ولكن مو بشكل مباشر لا بالطريقة اللي خبرتكم عنها خلا نشوف النصيحة هني لبرج الجوزاء من دينك من دينك انزل من ناحية العملية مثل ما خبرتكم برج الجوزاء ليش هني قلنا لكم لا تستعجلوا لان فيه شي على غير العادة فيه جائزة فيه هدية فيه اموال رح تأتيكم على غير العادة قاعدة تصمم لكم خصيصا فمحتاجين ان تحفظون على طاقة التراب اللي تدخلوا فيها شهر فبراير طاقة هادئة مستقرة وواثقة ما تتزحزح ما تتزحزح ما تتغير لان شوفوا الابراج الهوائية اسرع الابراج الترابية ابطأ ما يغيرون تصرفاتهم او توجههم بناء على سمعوا او حسوا لا اظلون ثابتين هاي النصيحة الاولى فيه شي كأنما حتى قاعدة احس ان فيه طلب فيه استثناء فيه استثناء فيه هجرة فيه جامعة عند اشخاص رح يقومون اهم بالعادة ما يقومون بهاي الاستثناء ما يعطون هذا النوع من الجوائز هذا النوع من الموافقات ولكن رح يصمم ويعطى خصيصا لك محتاج ان تصبر وتستقر وتستمر طاقة الثانية النصيحة الثانية انفنشت سامفاني قاعدة حش سهني ان من ناحية العاطفية هذا النصيحة قاعدة تأتيني اكثر الناحية العاطفية برج الجوزاء كونوا جدا حذرين فيه شخص احتمال عدو سابق امرأة مع فارس النار ملكة النار وفارس النار فيه عدو سابق هني في حياتكم يمكن لان على قولتهم اتخذ الفاروس يتخذ ليش احنا وايد صعب نحارب الفاروسات لان شكلها يظل متغير ما يظل يحافظ على شكله الاساسي يتغيرون في الشكل في الاسلوب في الاشخاص عرفت فعندكم هني اعداء انسحبوا فترة من حياتكم حياة الشريك خصوصا عاطفيا انسحبوا من حياتكم حياة الشريك ولكن رح يكون لهم رجوع في المستقبل لانهم ما خلصوا منكم هنين فيه شي ما خلص ما خلصوا منكم هاي الاشخاص لحد الان عندهم في جعبتهم لما نشوف طاقة النار عندهم في جعبتهم حل اخير او محاولة اخيرة بالضبط فيه محاولة اخيرة هنين في حياة من قبل اشخاص ممكن ايضا يكون هذكر تقولك لا تستسلم يا برج الجوزاء اذا انتوا في مرحلة المحاولة للانجاب مو هذا اخر الاحتمالات لا لحد الان عندك امل الامل مو محدد لانه عندنا هي رقم عشرة كأنه ما صفحة جديدة الامل مو محدد واقلك مرة مرتين ولكن لحد الان فيه امل خاصة اذا فيه اشياء انت صالك فترة حاولت تتحققها ما استطعت مثل الزواج مثل الانجاب مثل الرجوع حتى بين المنفصلين انه رح تأتيك الكرة لانه انفنش سيمفوني مع زوفة غير منتهية رح تأتيك الكرة مع نفس الاشخاص رح تأتيك فرصة اخرى للمواجهة لاخذ حقك في الفترة القادمة في المستقبل هل يجب أن تتحقق؟